اشتركوا في القناة 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 تناسى انه بيتكلم عن النادي الاهلي تناسى مين النادي الاهلي ده تناسى ان الكلام اللي بيقوله ده بيحصل من حتة تانية او من نادي تاني قال بالنص هو بيتكلم بعض المعلقين ومزعين السعوديين بيقولهم تحاد جدة من المفترض انه حيقابل النادي الاهلي في كاس العالم الاندية فبيحذرهم بيقولهم ايه ده انتوا الفترة اللي جاية بقى هتشوفوا حاجات غريبة جدا هتشوفوا تلات اربعة لعيبة بيتصابوا هتشوفوا اتنين غابوا مرة واحدة فجأة كده متعرفش من ايه هتشوفوا طب انا هفكروا بقى بحاجة هو حتى استشهد بموقف وقال ان في مباراة كان المنافس حيلعبها مع النادي الاهلي وفجأوا مرة واحدة ان فيه اتنين لعيبة اتنين لعيبة اصابوا من الهوى قبل ماتش النادي الاهلي لا ده انا هفكرك بقى تعال نرجع في كل ماتشات النادي الاهلي مع المنافس السنين اللي فاتت انت بتتكلم عن اتنين لعيبة اغبولك في ماتش ده احنا كل ماتش كل ماتش بالارقام وبالدلائل نيجي نلعبه مع المنافس قبل الماتش باسبوع او بتلات اربعة ايام تلاقي فجأة اكتر من لعيب واثنين وثلاتة واربعة بيغيبوا عن النادي الاهلي في المباردية بسبب الاصابة عمرنا ما تكلمنا ولا عمر حد طلع قال الكلام يعني مش عايز اقول كلمة اتخذ علي الكلام اللي تقال دوت من النجم اللي هو المفروض ان هو نجم ولا حد في النادي الاهلي الكلام دي مشيت ربنا ده قدر ربنا الله هم الاعتراض ده احنا مش طول عمرنا ده احنا من ساعة مقوعينا على الدنيا لحد دلوقتي النادي الاهلي في اي مباراة اي مباراة بيلعبها بيغيب عنه لعيب واثنين وثلاثة واربعة ده على الأقل ولا حد بيطلع يقول حال اصابة في التدريب اصابة في المباراة اللي قبلها دي كل حاجة بتاعت ربنا انما انت عشان تتملق تتملق للبعض هناك تتكلم عن النادي الاهلي سيد وزعيم الاندية المصرية والعربية والافريقية ويقول ايه قبل ما تروحوا تلعبوا النادي الاهلي لازم تقروا الفتح قبل ما تروحوا تلعبوا النادي الاهلي بيكلم يعني على الاتحاد جد قبل ما يروحوا يلعبوا النادي الاهلي يقروا الفتح اتقاءا لشر النادي الاهلي والاعمال اللي بيعملها النادي الاهلي النادي الاهلي اللي بيعمل اعمال اللي هو اعترف اعترف قبل كده لما كان ماسك في النادي المنافس هو واحد الزملاء المنتمين للنادي المنافس قال لك كنا بنعمل حاجات في القوضة وبنجيب الشيخ معنا في الأوتوبيس والشيخ بيعمل حاجات معينة ده انت قلت بنفسك ده انت اعترفت بلسانك عمر ما النادي الأهلي بيقول حاجة زي كده عمر ما النادي الأهلي حتى طلع على تكلم على نادي منافس أو أي نادي بلاش المنافس على أي نادي وتكلم بالسلوب دو صراحة يعني أنا ما استفزتش من الكلام ولكن شعرت بالشمئزاز